مرحبا بكم في هذا المثال التطبيقي حيث سنستغل الرولاي للتحكم في مضخة مائية تشتغل بـ 12 فولت في هذا الجانب سنتعامل فقط مع كيفية ربط الرولاي تقومنا فقط بقطع سلك التغذية وربطه بالمنفذين فهناك المنفذ في وضع المغلوق كما تدل على ذلك الصافرة وهناك المنفذ في الوضع المفتوح أنتم تقومون بربط سلك هنا وسلك هنا في الوضع المفتوح أما إذا كنتم تريدون الجهاز يشتغل دائما في الوضع المغلوق وعند التنفيذ تفتح الضارة تقومون بربط الجهاز هنا كما تلاحظون فهو الآن مفتوح وهذا هو وضع الإغلاق فعند استقبال فعند استقبال المتحكم يقوم بإغلاق الرولاي ومن ثم تمرير 12 فولت إلى المحرك وتشتغل المدخة وهذا هو المثال العملي الذي أحببت أن أتشاركه معكم فيما يخص الرولاي شكرا